اتكلمنا عن طريقة اتكلمنا عن طريقة الضغط اتكلمنا على التمركز الجيد اتكلمنا على طريقة التصويب اتكلمنا على ما شاء الله يعني كل حاجة كل حاجة اتكلمنا عن كل حاجة تمام احنا اتكلمنا على وسامة بو علي اللحظة دي احنا غلابة اوي احنا غلابة اوي عارف انت يعني لما يعني لما تبقى عندك مهاجم انت مش لاقي كلام ان انت تقوله عنده يعني لما يبقى عندك مهاجم بقيمة وسامة ابو علي لما يبقى عندك مهاجم بقيمة وسامة ابو علي وما انتش لاقي كلام تقوله الحقيقة جماعة لو عدنا نتكلم عن وسامة ابو علي ساعة والله العظيم ما هيكفيه الكلام وسام ابو علي بيثبت كل مباراة ان هو مهاجم غلطة تخيلوا قاعدين بقى النتالة اربع خمس سنين علشان نجيب مهاجم افريقي قوي بعد والد ازارو وبعد فلافيو وبعد اعماد متهب مش لقين قاعدين نجرب مرة مودست مرة والترب واليا مرة قال يباجي مرة مش عارفة مين قاعدين نجيب مهاجمين ونجرب فيهم مهاجمين افرق طيب سوزا ده المهاجم البرازيل اللي كان في اليابان اللي رفض النادي الاهلي وبعد كده قاعد تكلم وقال لك انا عندي استعداد اروح افريقيا ولكن سوزا قاعد يتأمر على النادي الاهلي سوزا سوزا وفي الاخر روحنا جيبنا مهاجم فلسطيني مصري كل الناس على فكرة عند التعاقد مع عوسامة ابو علي اتكلمت على مجلس ادارة النادي الاهلي ووصفته بالمجلس الادارة المفلس اللي مش قادر يدفع حاجة قاعدنا كذا سنة نجري ورا سوزا وورا موليكا والنادي بتاعه يعلي السعر ويعلي ويعمل وموليكا يتشرط وينتزل تصور بالتشيرت النادي الاهلي ويغازل في جمهور النادي الاهلي في الاخر روحنا لابن فلسطين البر وسام ابو علي الحقيقة انا مش لاقي كلام اتكلم على المهاجم ده الحقيقة جماعة النادي الاهلي غلط غلط واتعاقد مع رونالدو اتعاقد مع ميسي اتعاقد مع حاجة كبيرة سواريز مثلا ليفاندوفيسكي يعني اتعاقد مع حد غلطة وسام ابو علي بيثبت كل مباراة انه مفيش حد مال عينه الحقيقة وسام ابو علي بجد بقول انا مفيش حد مال عيني هو انت يا ابني ما عندكش اخوات يعني انت يا ابني يعني حتى المقاولين العرب كنا قلنا يعني ممكن نكسب المقاولين في اخر الشوط التاني ما نزعلهمش بدري بدري ما نخلهمش يفقدوا الامل بدري بدري لكن وسام ابو علي كل مباراة بيثبت للجميع وبيثبت لمرسل كولر انه هو كان غلط تفتكروا تخيلوا يا جماعة انه وسام ابو علي اول مجيل النادي الاهلي كان المهاجم الرقم 3 تخيلوا كان مودست العجوز مودست كان رقم واحد كهربا رقم اثنين وسام ابو علي رقم ثلاثة طيب حد لحد في الدور المصري دلوقتي قادر على وسام ابو علي وسام ابو علي وسام ابو علي زي ما انت عايز تقول تزديد بتلاقي مهارة بتلاقي اهداف بتلاقي بالدماغ بتلاقي ضربات حرة بتلاقي انقضات بتلاقي سرعة بتلاقي شراسة بتلاقي بصوا كل اللي انت بتحلم به وكل اللي نفسك فيه هتلاقيه مع وسام ابو علي طيب هل وسام ابو علي النادي الاهل كده اصبح مش محتاج مهاجم قوي في قوة وسام لا الاهل محتاج الاهل قولا واحدا محتاج مهاجم بقوة وشراسة وسام ابو علي لان الاهل داخل على بطولات ملحمية ما فيش فيها هزار ولا في فيها تهريك وسام ابو علي لازم يقول له بديل كوي امام عشور لازم يقول له بديل قوي مراوان عاطية لازم يقول له بديل قوي عبد المنعم لو رحل على النادي الاهلي لازم يقول له بديل قوي فلازم مجلس ادارة النادي الاهلي يتحرك بدري يتحرك بدري موسم الانتقالات بدأ موسم الانتقالات بدأ الدور الوحيد في العالم اللي مستمر لحد دلوقتي هو الدور المصري فلازم مجلس ادارة النادي الاهلي يكون مخلص صفقات ومع نهاية الموسم يعلن على طول الاهل ما جابش غير يوسف ايمن مدافع الدحيل القطر المصري يعني ما جابش غير يوسف ايمن فمجلس ادارة النادي الاهلي متأخر كتير الحقيقة متأخر كتير فلازم مجلس ادارة النادي الاهلي يتحرك لازم مجلس ادارة النادي الاهلي يتحرك لازم يعمل حاجة لازم يقول حاجة لكن اللي انا شايفه الحقيقة ان فيه بطء جدير جدا من ادارة الاسكاونتنج في النادي الاهلي وادارة التعاقدات في النادي الاهلي عاديين نسمع في الصفقات وعاديين نسمع في مهاجمين عدي الدباغ وعمر فرج ومش عارفة مين عاديين نسمع اسماء فقط عاديين نسمع اسماء فقط عاديين ناس يتم الاعلان عنها تعاقد مع النادي الاهلي ينزلوا مع النادي الاهلي في التدريبات على الاقل الاهلي على فكرة مش هيبقى عنده فترة أو وقت يعمل فيه فترة اعداد فالصفقات اللي النادي الاهلي يجيبها يخلص عشان ينزلوا مع النادي الاهلي في التدريبات في الفترة اللي قبل الموسم الجديد دي لان النادي الاهلي مش هيبع عنده فترة ان هو يعمل فترة اعداد ولا وقت ولا مساحة فانا شايف الحقيقة بجد بجد يعني ادارة التعاقدات في النادي الاهلي عندها بطء رهيب بطء رهيب وبجد وسامة أبو عالدة تسلم يا ابني العين اللي شلتك تسلم العين اللي جابتك تسلم يعني هقولك ايه نفس اعرف مين اللي جابه وسامة أبو عالدة مين اللي عينه راحت على وسامة أبو علي انا بصراحة عمري ما كنت اتوقع ان منتخب فلسطين او فلسطين العربية الشقيقة تمام الحبيبة دي تطلع مهاجمين زي عودا الدباغ وعمر فرج ووسامة أبو علي الحقيقة بجد المهاجم لسامة أبو علي اثبت انا معتقد ان موليكا لو كان جه انا من وجهة نظري في مستوى وسامة اللي بيقدمه ده وربنا يحرصه من العين ما كانش هيبقى افضل من وسامة أبو علي موليكا سوزة كانش هيبقى افضل انا بقول لكم كانش هيبقى افضل على الاطلاق نهائي بالنسبة لعودا الدباغ اللي انا سامع وعمر فرج ان انا سامع عنهم وبشوف لهم بعض الفيديوهات ان هما مهاجمين قوية جدا يعني لو جهوم النادي الاهل هيبقى اضافة واضافة قوية واضافة زي ما تقول قول فانا يعني ومش هيبقى محسوبين على النادي الاهلي اجانب هيبقى محسوبين مصريين فهيد فرصة للنادي الاهلي ان هو يجيب بقى ايه باكش مالمك يعني بديل العالم معلول كده يكون افريقي قوي زي يعطيته الله يجيب وسط ملعب قوي زي ما مكوينة بتاع ساندوينز يجيب جناح هيكون سريع زي مثلا سوفيان رحيمي يجيب حاجات يعني الاهلي داخل على معجنة يا جماعة والله العظيم فلازم يدارة الاسكاونتج في النادي الاهلي ودارة التعاقدات لازم تتحرك بسرعة جدا لان مفيش وقت مفيش وقت انا مش هتكلم اكتر من كده وانا سيبقى بقى تقولوا اللي انتو عايزينه كله في التعليقات على اسامة ابو عام واشكرك يا صديقي ان انت استكملت معايا الحلقة للنهاية استنونا ان شاء الله في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته